اشتركوا في القناة لحقيقة الدنيا ولدتك أمك يا ابن آدم باكية والناس حولك يضحكون سرورا فعمل ليوم أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا بعد أن انتهينا من سكرات الموت والاحتضار وخروج الروح من الجسد انتقلنا الآن إلى تخسير الميت وتكفينه غسل الميت بعد أن نزلنا الثياب الميت ووضعناه على سرير مرتفع نشرع بتغسيره وله طريقتان الطريقة الأولى وهي أقل ما يتحقق به معنى الغسل ويرتفع به الإثم وذلك بأن تزول ما عليه من نجاسة ثم يعمم جسده بالماء الطريقة الثالية وهي الأكمل ويتحقق بها السنة وفيها أن يضع الميت في مكان مرتفع كلوح خشب وتستر عورته بقميص وبعد ذلك يجلسه الغاسل على لوح مائل إلى الوراء ويسند رأسه بيده اليمنى ويمرر يده اليسرى على بطنه ويتحامل عليه ويشد ليخرج ما قد تبقى في بطنه وبعد ذلك يلف يده اليسرى بخلقة ويغسل عورته ثم ينظف فمه وأنفه وبعد ذلك يوضعه كما يتوضع الحي ثم بعد ذلك يغسل وجهه ورأسه بصابون ونحوه ويسرح شعره وإذا سقط شيء منه أعاده ليدفنه معه بعد ذلك يغسل كامل جسده شقه الأيمن أولا ثم شقه الأيسر مما يليه ثم القفى الأيمن وبعد ذلك القفى الأيسر وبذلك يكون الماء قد وصل إلى جميع جسده ويسن أيضا وضع الكافور مع الماء رما رواه البخاري ومسلم عن أم عاطية رضي الله عنها قال دخل علينا رسول الله ونحن نغسل ابنته وقال اغسلوها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا بماء وسدر وجعلنا في الآخر كافورا وشيئا في الكافور وابدأنا بميامينها وإن كان محرما غسل دون كافور أو رائحة طيبة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقصته ناقته وهو محرم فمات بسبب وقص قال غسلوه بماء وسدر ولا تمسوه طيبا ولا يخمر رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا ويجب أن يغسل الرجل والمرأة كما ذكرنا آنفا ويجوز للرجل أن يغسل زوجته لحديث سيد عائش رضي الله عنها قال ذاك لو كان وأنا حي أي يعني الموت موت سيد عائش رضي الله عنها لغسلتك وكفنتك ودعوت لك فدل الحديث على جواز أن يغسل الزوج زوجته وليعلم أن الشهيد في المعركة لا يغسل ثانيا الكفن وأقل الكفن المطلوب أن يلف الميت بثوب يستر جميع بدنه ورأسه إن كان غير محرم والواجب ثوبا يستر عورته على الأصح والأكمل أن ينظر إن كان ذكرا كفن بثلاثة أثواب بيض وتكون كلها لفافات طويلة على قدر طوله ويكره أن يكفن المسلم بغير الأبيض كما يكره أن يكفن بما يشابه القميس أو يستر رأسه بما يشابه العمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميس ولا عمامة والسحولية البيضاء تعني من القطن والمرأة تكفن بخمسة أثواب بيض وهي إزار يستر بدنها وخمار يستر رأسها وقميس يستر أعلى جسدها ما دون الإزار كما فعل ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أم كلثوم كفنت بهذه الأثواب ويكره أن يكون الكفن من حرير وسنكمل معكم الفيديو القادم إن شاء الله صلاة ميز لا تنسى اشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على زر الأعجاب تجيها لنا ولا تنسى مشاركة الفيديو ليصل إلى غيرك السلام عليكم صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فسمعه يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدل له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار قال عوف فتمنيت أن لو كنت أنا الميت للدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الميت خامسا ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويقول بعدها اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله عندما تولد يا ابن آدم يؤذن في أذنك من غير الصلاة وعندما تموت يصلى عليك من غير أذن وكأن حياتك في الدنيا ليست سوى الوقت الذي تقضيه بين الأذن والصلاة فلا تقضيها بما لا ينفع فانظر إلى حقيقة الدنيا ولدتك أمك يا ابن آدم باكية والناس حولك يضحكون سرورا فعمل ليوم أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر